عشر عاما تبدو غير كافية لإنهاء أزمة الكهرباء في العراق فعشرة المليارات من الدولارات أهدرت دون تحقيق أدنى مستوى من ساعات تجهيز الطاقة لأسباب طارة تعود إلى قلة الوقود والاحتماد على الاستيراد وأخرى بشبكات التوزيع التي طالما تتحدث الوزارة وتؤكد أنها باتت غير صالحة في ظل تزايد النسب السكانية الكهرباء أزمة مستفحلة قاعد تصرف مليارات الدولارات على الكهرباء وإحنا صالنا 11 سنة نعاني من نعمة الكهرباء العائلة العراقية تعاني من نعمة الكهرباء الموجودة في كل دول العالم مصر دولة فقيرة عندها كهرباء الصومال دولة فقيرة عندها كهرباء الدخل المصري عشرين مليار دولار عندهم كهرباء وعدهم بناء وعدهم استثمار وعدهم أعمار وإحنا الدخل القومي العراقي يعادل 60-80 مليار وإحنا لا توجد لدينا كهرباء في رأيي أربط الكهرباء بالسياسة وكأنما مقصودة هاي الكهرباء ما يقوموها السياسي والحكومات بإعاز من قوة أجنب إقليمية أو قوة أجنبية لكي يبقى العراق جامدا بلا روح معادلة عكسية احتاد عليها المواطن في فسط الصيف أي كلما ارتفعت درجات الحرارة تتراجع ساعات تجهيز الطاقة ومعها تتفاقم معاناة المواطن الذي وصل إلى مرحلة اليأس من المناشدات والشكاوى التي لم تعد مجدية مع غياب التفاعل الحقيقي لإنهاء هذه الأزمة التي أصبح حلها مستبعدا مع استمرار مافيات الفساد وغياب التخطيط الاستتراتيجي فضلا عن بروز ظاهرة الاستهدافات المستمرة لأبراج النقل رمضان بالبصرة 90 مليون دولار حرق الغاز يوميا بالبصرة نفسها هي العصابات التي استولت على العراق وعلى وزارات العراق وتخريب العراق يوميا 14 برج على شنو 14 همار الشعب تفجر بعلم الحكومة العلم الحكومة والحكومة تعلم ماكو برج كهرباء ويما نقطة عسكرية ويتفجر مني فجرة عشون دور النقطة الموجودة بهذا المكان فالدولة لها دور والدولة من قصرة تجاه المواطن موضوع الكهرباء وموضوع الكهرباء تبقى أزمة مستمرة الحكومة لجأت كالعادة إلى تشكيل لجان متخصصة لبحث واقع الطاقة في عموم البلاد إلا أنها لم تأتي بالجديد نتائج لم تظهر إلى الآن وأزمة لم تجد نهايتها حتى اللحظة ويبقى قارب المولدات الأهلية هو وسيلة النجاة بعد أن غارق السفينة الكهرباء ببحر الأزمات والفساد يضاف لها الاستهدافات المتكررة لأبراج الطاقة بين فترة وأخرى لقناة رشيد كريم ستا بغداد